السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شباب مرحبا يا عسولين مرحبا يا حلوين مرحبا يا متابعين الكرام إن شاء الله الجميع بخير وما على قلبكم شر ولا حدا فيكم مريض أو محتاج أو عليه دين إلا إن شاء الله الله بيوفي دينه وبيشفيه وبيسر أمره دعاء غريب لأخوته الكرام مشاهدينه الكرام شكرا كتير على اشتراككم بالقناة ودعمكم إلى لتعليقاتكم الحلوة أيام بتعليقاتكم الحلوة بيكون فيه تعليق مهم شخص بيكون عبيسأل أو عبيستغسر واحد هاي التعليقات شخص متابعنا من وقت اللي بدت وقنات بنشر فيديوهات كل شي عبيسألني أنت شلون تعلمت إنجليزي إذا ذكر بفيديوهاتك إنه عربي ما بتعرف تكتب وتقرأ أو ملك ديرس عربي رايح على المدرسة أنا بسوريا بزمناته ديرس للصف السادس وجبت علامات نيحة بتذكر متل ما بتذكر وعلاماتي خولتني إنه التحق بالشريعة الإسلامية مدرسة الشريعة الإسلامية اسمها الشعبانية الله يذكرهم بالخير بحلب مدينة حلب رحنا على المدرسة الشعبانية علامات طبعا بدهم علامات تامة يعني كأننا قصني يمكن علامة أو علامة ونص عن المجموع الكامل قد ما كنت شاطر ودريس بس للأسف ما كملنا يعني سعي رحت على الشريعة ما درست فيها يمكن ثلاثة أربع شهور يعني فصل دراسي هو المدرسة فصلين أنا درست فصل يعني قريبا نص السنة أي دراستي يعني مخلص الامتدائي متل ما بوله بس إنه الحمد لله يعني بعرف أقرأ وأكتب والحياة بتعلم الحياة هي أكبر مدرسة فيه كتير أميين ما بيعرفوا يقروا يكتبوا بس وقت اللي بيغوص بالحياة وبمشاكل الحياة وبالشغل وبصير عنده عيلة مسؤولة عنها ومهتم فيها هداك الوقت مو بيصير متعلم دراسة بيصير دكتور هنا رب يحفظكم جميع يحفظ أولادكم وعيالكم جيت ع كندا أولا ما كنت أتوقع بعمري إنه أطلع برات سوريا يعني خلص لو إنه تغربت لي سنة أو شهرين أو ستة شهور يعني كنت أطلع من سوريا بس أرد أرجع يعني شهرين ثلاثة ستة شهور أطول فترة طولت ستة شهور طلعت على ليبيا فيها ضليت ستة شهور هاي أطول فترة بطول برات سوريا طلعت على روسيا ضليت تلت شهور يعني إنه فترات متقطعة لبنان لبنان كنت أطلع وأنزل أطلع وأنزل يعني كل شهر شهرين شهر ونص شهرين كنت بمرحلة إنه كنت عبا جهز البيت بدي أتزوج كنت أطلع وأنزل على لبنان أطلع أشتغل أصمد مصاري أجمع مصاري وأرجع عبلدي أضبط البيت يخلص أخلي الشغلي بالبيت أقفل أسكر أرد أطلع عشغلي على لبنان يعني هاي كانت غربتي مثل ما بقولوا ما كان فيه واحد بالمية براسي إنه أطلع عكندا مو إنه شرط عكندا إنه أطلع يا أخي ما أرد أرجع يعني روح أبل رجع على البلد هاي ما كنت نفكر فيها ولا حيسيب لحساب لوقت اللي إيجت الحرب وقت اللي إيجت الحرب استقريت بلبنان ممكن تشتغل بلبنان يعني إلي خلق ومعارف وحباب وصحاب هذا الحكي بالألفين وعشرة طريبا وقت اللي بديت المشاكل بسوريا طلعت عالبنان عدت استقريت استجرت بيت شتريت سيارة يعني كأنه متل ما بقوله بلدي التاني جهزت مدارس الأولاد يعني كل شي كل شي وشغلة وكل شي جهزنا تعذبنا لبين لأنه وقت اللي بتكون عايش ببلد لحالك بيكون وضعك مختلف إذا كان معك زوجتك وولادك فالشي اللي كنت بتعمله ما بيمشي حاله إذا معك عائلتك وولادك يعني مثلا كنت أطلع نام معرفاتي ما بعرف شلون بستأجروا بيت بيفتحوا بيت بحط المرأة والولاد وبتجيب أغراضه بمصروفه بكون كبير بالالفين وخمستعش تقريبا آخر الالفين وخمستعش جاني تليفون فجائي قال لي بتطلع عالكندا بتطلعش عبتمزح معي انت سكرت في وجه بقى لي حدا من شباب صحابنا رفاضنا عم يمزح معي ورد خبرنا تاني مرة وتالت مرة واحضرنا معابلات يعني ما أنا نطول الصيرة في الحكي هاد لأنه أنا حكيه في فيديوهاتي بس هو سؤاله إنه شلون تعلمت الإنجليزي بكندا جيت عا كندا يعني صعب أنت جاي عا كندا أنت ومرتك معك ثلاثة أولاد مشكلة إنو داك تشتري شي داك تشتري حليب داك تشتري دخان داك تشتري خضرة كذا ما بتعرفش اسمه دا يكون في عندك حيلة لحتى بتتعلم الإنجليزي مو بكيفك مو بكيفك بتتعلم أوتوماتيكي بتتعلم إنجليزي متى من طبيت في هالبلد أو غير بلد حسب البلد ولغته الله فيه عالم راحة على تركيا عالم راحة على ألمانيا عالم راحة على أميركا يعني حسب البلد اللي أنت بتطب فيه أوتوماتيكي بتتعلم لغته بس داك تلحق البواب اللي اللي بتخليك تتعلم بسرعة وعفكرة اللغة اللغة مرحلتين فيه لغة شوارع وفيه لغة مدارس شقدم تعلمت بالمدرسة ونزلت عالشارع بتلاقي فرق كبير باللغة مثلا بالمدرسة بيعلموك هلو هاو آريو بتنزل عالشارع إذا بتجي بتقوله لواحد كندي مثلا هلو هاو آريو يتضحك عليك قول طلع شلون عبيحكي معي مع أنه أنت عبتحكي إنجليزي مليون بالمية يعني وقتل عبتسأله هلو هاو آريو عبتسأله مليون بالمية صح بس بتضحك عليك ليش لأنه هنم بالشارع ما بيحكوا هيك بالشارع بدل ما تقوله هلو هاو آريو بتقوله what's up man أو hey guys بالمدرسة مثلا بقولوا water بتنزل عالشارع water يعني يعني اللكنة بتختلف اللهجة بتختلف مثل عنا شلون ده يا شباب مثل عنا تصور أنا هلا هيك عب أحكي معكم بالعامية هلا تصوروا أحكي معكم باللغة العربية الفصحة تضحكوا علي مثلا بدل ما قالكم مرحبا يا شباب شلونكم يا شباب بينما أجيه لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء شكرا لجهو يعني عرفتوا علي تضحكوا علي بينما واحد أنت عايش ببلدك عم تحكي هيك مثلي عادي يعني بالعامية بينما يجيك واحد أجنبي بدل ما يحكي معك بالعامية قل لك مثلا مرحبا حمودة كيفك بينما يجيه لك مرحبا أخي محمد كيف حالك سأيه مزقرة والله جد ولذلك عذرتن فحبيت أنه أتعلم لغة الشارع لغة الشارع يعني الضغري بتخلط بالمجتمع وبفهموا عليك وبتفهم عليهم صعب أنك تتعلم بالمدرسة اللغة الإنجليزية وتنزل تجي عا كندا مثلا متعلم أنت بمدرستك اللغة الإنجليزية معك أكبر شهادات باللغة وتجي لهون عا كندا تنزل عا الشارع تحكي معهم بتضحكوا عليك لأنه عا بتحكي معهم بالفصحة عرفت عليك لغة تعلم دايما تكنيك الشوارع فلاقينا أنه أنه الحقت عدة شغلات مثلا أول شغلة صرت أنزل عا القهوة في هون قهوة بتجمعوا فيها رجال كبار بالعمر يعني بتلاقي عمره ستين سبعين سنة وفوق يعني أصغر واحد عمره سبعين سنة بتلاقي بتجمعي بالقهوة وباركين عم يشربوا قهوة وشاي ومطعين النسوانهم نحيط طاجرة في ظاهرهم قلت لهم يلا طلع برا البيت روح روح عند رفواتك تعرفت على هال القهوة ورحت بركت فيها بكل محل في هيك هال القهوة هي لعبها لكم عليها يعني بكل مدينة حتى لو كانت صغيرة صغيرة أو كبيرة كبيرة بكل مدينة فيك اسمها تيم هورتينز مقهى تيم هورتينز بكندا معروفين اللي ساكنين هون بكندا بيعرفوه والله بالصدفة هنا ها داخل لهونيك ولا إلهي عالم باركة هدول عب يلعبوا وراء هدول عب يلعبوا شطرنج هدول عب يلعبوا يعني لعب مختلفة كبار بالعمر ولا شفت اتنين تلاتة عب يلعبوا شطرنج محسوبكم كتير شاطر بالشطرنج يعني ما بتوقع حدا يغلبني بالشطرنج ليش لأنه منظهري من وقت اللي بمفتح عيوني على الدنيا أنا بلعب شطرنج مع أبوي وبعدين صرنا ألاعب عمامي واخوالي كلنا خسرا ما حدا يحسن يرباح علي مهم شفت اتنين تلاتة ختايرة كبار بالعمر بيركين عب لعبوا شطرنج والله بركة جنبول سويت حالي أخرس والله عملت حالي أخرس بركة والله ألي ديونو ألي ديونو قلي تشيس قطلو قطلو قلي نحن من علمك انجليزي تعالي تلعب شطرنج هيك صار يأشر لي قطلو إيه أنا هيك عملت له بصبعتي نمبر ون فييا قلي بروك والله بركة طاق 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 ثلاثة أربع حركات خسرتو الله هنين بيعرفوا يلعبوا بس ما هو هاللعقيبة يعني مثل عنا ببلادنا كل واحد طاق يعني بجيك لعب شطرنج عنا ببلادنا بلعبوا بخطط هوني عندهم ما بلعبوا بخطط بلعبوا بنقطة ضعفة وين عندك فرام بيضحش عليك وبيخسرك يعني لعبة شطرنج كتير إلى حركات وخطط المهم عملت هيك خسرتو ويلدتو يقمزن على الطاولة لعبوا بطينو خسرني قال له غيرو انت ما بتاعلي تلعب أذكر فيه قال له طاق والله بركة تاني قدامي تراق خسرتو التالت خسرتو يلا أنا راي عالبيت رايحين عالبيت فضينا بعد شي ساعة ساعتين لعب رحنا عالبيت قال الشغل بيدو قال لي بكرة جاي له تجي لهون تطلقيه بجي الشغلي على الساعة الساعة تمامة ونص بتكون هون تطلقيه والله تاني نهار تمامة ونص جيت والله جيب معه لهلا بتذكره الله يذكره بالخير شيخ الشباب شيخ الشباب اسمه روي هذا الزلم صار يعلمني انجليزي يا جماعة. والله. جيه بدفتر وقلم. قال لي محمد هذا الدفتر بالقلم لك. كل نهار بكتب لك كلمة بتحفظها. تاني نهار بتقول لي اياها. والله كل نهار يكتب لي كلمة كلمتين. والاخير بتلوها ايش عا بتعطيني كلمة? عطيني اربع خمس كلمات. قال لي لأ شوي شوي. وحدة وحدة. تلوها ماشي متل ما يردك. كل نهار يعطيني حرف وكلمة. ونلعب بهالشترانج. نحن عم نلعب عبيحكو. القط. هاي اش اسمها يقول لي. اه تي. شوكور. ميلك. اه تشير. تايبول. يعني طول ما لنا بيركين. عبيعلموني اسامي الشغلات اللي حوالي. مهم. تاني تالت يوم رابع يوم دي كل نهار كل نهار نجي نسهر. انا وهالقطايرة. اه ويعدوا عالم يسلموا عليهم. مين هاد? يقولوا له هادا محمد. جديد جي لعننا عالضيعة. ما بيحكي انجليزي. صرت افهم عليهم بعدين. يعني جمعتين تلاتة. صرت استوعب بعض الكلمات اللي يحكوها. افهم القصة كلها. صار يعرفوني عاهل الضيعة. وعالعالم. اجا مرة مرت الوحدة واحد من هادول التلاتة. نحن صرنا اش اللي? قال لي محمد ولا واحد جيب معه مرته. كبار بالعمر اني. يعني الزلمة عمره اربعة وسبعين ومرته عمره يمكن سبتة وسبعين سبعة. اكبر منه. قال لي هاي ماي وايف. انا اش هاي وايف ماي وايف. ما بعري. اطلوات قال لي وايف وايف يقشر لي دي لحتى فهمت علي انه هاي مرته. بالاخير. هذا سكر علي. وهذا. ماشي عبيض. جيب مرتوجة. مرحبا مرحبا. هون ما كان تفتح المدارس. كنا بشهر السادس. يعني فيه ثلاثة شهور لتفتح المدارس. شهرين ونص ثلاثة. اه اسمها روس. لهلا بتذكر الله يذكر بالخير. هي اللي علمتنا الانجليزي. وقالله. انا والعيلي. وجينا. طبعا كفالاتنا كانوا يعلمونا انجليزي. بس ما نفهم عليهم. يعني كنا جايين جدير. نحسن انه غسول عننا. نعمل هالشي اللي يعبوا قلونا عليه. يعني كل شغلة يبركوا يعلمونا. قمنا نحن تعرفوا. بس طبتنا حامية. اجت هاي المرة. قالت لي وين سيكن ما وين سيكن. قلت الله. كمان لاتس جو. تعووا تفضلوا لعنا. الشرط اللون. ما عندن هون اللي عادة انه تشوف حدا تعز ما وطلو. تفضل لعنا. بتاع مش يروح معي. قل الله دك تروح تشربوا اهوة. مهم تنحت عليهم. تعووا قل الله دك تشربوا اهوة. نحن هيك عزايين من العرب يعني. صاروا يتضحكوا يطلعوا في ويتشن. امشوا امشوا. راحوا معي. جينا عالبيت. ولا نعرف نحكي انجليز ولا شي. ودخلوا هن ينتفرجوا عالبيت. وبركنا متل القطرش بالزفة. لا هن يفهموا علينا ولا نحن نفهم عليهم. ايش ما نساوي لون? يطلعوا بوتش بعض وينبسطوا. يعجبون. سعينالون قهوة عربية. صبتلو قهوة مرة بالفنجان ودلي. طلع فيني. قل لي بس هاي القهوة صبتلو ايكي بتعرفوش لون. كعب الفنجان نقطة صغيرة. قل لي بس هاي القهوة هنين بشربوا القهوة بالسطل. كاسة كبيرة بتلو ايام عبيها قهوة. طول عب بشرب بيبسي او مي. قل لي بس هاي قلتلو هاي قد الكاسة اللي كنت عب تشربها بالقهوة. ولي هشرب له شفتين تلاتة ايام علم. مهم شبته تاني نار. قل لي تعري لها الله مالين ايام. I never sleep. واي. قل لي. You coffee too strong. او تكتير تيلي. اياما نشربة نحن. تهيلي. قلتلو والله هاي قهوتنا. ايه يعني انا هلا عبجيب لكم ايه طريقة قصة. هيك تعلمت انجليزي. دا بتنزل عالقهاوي. تشوف لك شباب تتعلم منهم. مو تروح عالكازينويات تتعلم انجليزي. يعني يعني في محلات فيك تتعلم فيها انجليزي. وفي محلات فيك تتعلم فيها انجليزي وكفر مع بعض. لا قلية خليكن عالقهاوي. ايه صرت هاي القهوة المقهى يوميا اروح. اجت هاي المرة قلتلي عندي حل. ايش في عندك بالبيت بتكتب هيك لزقة صغيرة اسمها وبتعلقها مشان تحفظها. والله اطلق ايه ايه. اشتريت لزق وراه. مسلا. الكرسي اكتب عليه تشير. بالانجليزي وبالعربي تحته. بالعربي مو انه اكتب كرسي. لا اكتب تشير بالانجليزي بس معرب. والزق عالكرسي. اجي اه مسلا عالتلفزيون مسلا. تلفزيون بالانجليزي اسمه تلفزيون عادي. اكتب مسلا تيفي. حتى بالعربي اكتبها تيفي. اه عالصوفة والكنبة. كمان ازا اطلون صوفة كنباي بيفهموا عليك. يعني بالعربي اسمها صوفة. وعندهم صوفة. اه السجادة مسلا. اه لغزينة مسلا. لزق ورا اكتب عليها كابنت. بالانجليزي كابنت. واكتب تحتها بالعربي كابنت. اه كل شي كل شي اش ما يجي عاني عليه? احط له لزق ورا واكتب عليها اسمه. الباب الشباك كله كله اكتبهم. بحط له لزق. هاي بالبين. ايه صرنا يعني ازا نزلنا عمحل. صرنا نعرف مسلا ازا ده اقول له واحد اه بدي بنادورو قال له اي وان صار كله يعني كل يعني كل ما بدي اشتري شي او كزا قال له اي وانه. اي نيد. اي وانه. تعلمنا ازا واحد صار يقول بدي ماي بدي خضرة بدي كزا. صر تنزل صار شي اسهل ايه نهار عن نهار. الحمد الله صرنا نتعلم من هون من هون. فتحوا المدارس. وفي مكتبات. في مكتبة بتروح عليها انت وعيلتك. بكل مدينة فيه. لايبوري. مكتبة. بتروح عليها انت وعيلتك. فيه لالبيبي. وفيه لل. وللأكب. للولاد الصغار. فيه للشباب. وفيه للكبار. وكل اللغات ايش بدك فيها. يعني كمان صرنا نروح نقرأ. يعني هي بدك تنخرط بالمجتمع لتتعلم لغته. وين فيه مقاهي. وين فيه مكاتب. وين فيه. بدك تفوت بالمجتمع. لحتى تاخد. مو تاخد عاداته. ننتبه. الحمد الله رغم كل هالخلط وخلطه انا. بس برجع عالبيت. بكب كل شي بره وبدخل عالبيت. احترام الاب. بعمرك لا تضيعه. واحترام الام. بعمرك لا تضيعه. الولد بعمرك لا تورجي سنك. لانه. ما اتقول صرت بكندا. لا عامل ولادي بحرية. لا انتبه. متل ما انت. ما اتغير شي. الصلاة. العبادة. قراط القرآن. مساعدة الام والقاب. الاحترام. اه. كتير شغلات. وحاول تكون بنفس الوقت تسر ولادك. انت وزوجتك. يعني اش ما صار معهم بالمدرسة? يجوا يحكو لكم. بالمدرسة كل شي بعلموهم. كل شي. كل شي كل شي. اش بخطر في بالك. عيب حرام. بالنسبة نحن انا كعرب. في كتير شغلات عنا عيب وحرام. ما بصير معنا. بتأكد انه بيعلموهم ياهم بالمدرسة. وبيدرسوهم ياه. تدريس. يعني يعني عن الشزوز. بيدرسو ياه تدريس للولد. انت حر بجسمك انت كزا. هذا بالنسبة انه اكبر حرام. قوم لوط. اه بالمدرسة بشرحولهم عن جسم الانسان. بيفرجوهم مقاطع. وارجوهم صور. كل شي. توقع من المدرسة كل شي. بس رغم كلها الشي تدريسهم حلو. وكويس ومرتب. نحن ما عم نحكي عاطلين. بس هنين واط اللي بدهم يعلموا شي بيعلموا كل شي. يعني ما في عندهم محظورات انه هذا ولد ما بصير يشوف هالصورة عيب. او ما بصير يشوف. خلص. عب يشرحوا على جسم الانسان. لازم الولد يعرف كل جسم الانسان. من اصغر شعره لا اكبر شعره. ما عندهم انه هادا حرام هادا عيب. ولد ما بصير يشوفه. لا 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 ما عنده. بلشوا الولاد بالمدارس يا شباب. هون تتعلم لغة مليون بالمية. برو سبحان الله. راحوا الولاد. عندي بنتين. الله خلي بناتكن ولادكن. راحوا عالمدرسة اول يوم. تاني يوم. تالت يوم. يا جماعة تقول شالوا كل لغة الانجليزي حطوها في راسهم. لغ بابا انتي ايه ما تعلمت هيك? تقول لي ايه بالمدرسة عب علمونا. لغ صار يجوا لعنا هدون الرفاطي اللي حكيت لكون عنهم. لغ صاروا يحكوا معهم. طال لي بابا انت فهام بس اول كلمة كلمتين. قالت لي هدول بيقروا كتير بعيدوا بيصولوا كتير. بس انت فهام اول كلمة كلمتين. بتعرف عن ايه شعب يحكو. والله. استفدت كتير من ولادي. اولادي اكتر شي صاروا يعلموني احكي انجليزي. شوي من ولادي شوي من رفقاتي دي اللي بلشنا الشغل. رحت عالمدرسة الكبار. انا وزوجتي صارنا نروح المدرسة. دوامنا اسبوعين تلاتة شفت المدرسة يعني مع احترامي للجميع. ما بتصير معنا. لو صارت معي بالنسبة لزوجتي ما بتصير معي. يعني هلا بالنسبة لي انا كزلمة يا اخي عادي بروح. بس انه بالنسبة لزوجتي ما زبطت معي. لانه زوجتي محجبة. محترمة. مرباي عشي. صلاة. مثلا. اه كزا السنة مرباي من زغرة. تجي عكبر با صارت تشوف شغلات. ما بتعرف هاي مرت مين وهدا جوز مين. بالمدرسة. الله يعافي عن منا. قلت له يا بنت الحلال. قلت لهون استطن. قال طيب ده عارف احكي. قلت له انا بعلمك تحكي. وبعدها لاي اجدك تحكي. خلاص. ازا هيك التعليم ما ابنى يا. قلت له انت روح كزا. قلت له لاي شغل انا كنت بتعب ادور عشغل. استفدت شوي بالمدرسة. اه ما طولت فيها ابو خمسة شهور. اه صرت اروح واجي كل وقت بلشت شغل. مسلا. ما ما شغلوني دوام كامل. كان يعطوني نص النهار بس. ما عمل من جارة ودهين وهيك شغلات اشتغلت. يقول لي تجي تشتغل اربع ساعات كليوم. قلت له ايه? معناته بروح الصبح عالمدرسة. وبجي بعض الظهر عالشغل. قال ايه? ماشي. والله تميت عالسحبة شهرين تلاتة. شوي اتعلم من المدرسة. اجي عالشغل. معلمي صار اه يساعدني كتير. مسلا. عالشاكوش صار يكتب لي اسمه. بالانجليزي هامر. بالانجليزي يكتبها. ما انا ما عارفها بالعربي بس خلص. ده تعلمه انجليزي. كتب لي هامر. اشوفه شلون عب بيولوفزة. سكوردرايفر. اه مسلا. سيند وراء حاف. مسلا. عرفته علي يعني. هيك صار يكتب لي اساميهم. كل واحدة يكتب لي اسمه. محمد جيف مي ماجيك. متر. اروح بده المتر هادا البقيس فيو. محمد جيف مي هامر. ارواجب. محمد. محمد. صاري سحليدي. تعلمت اسمه العدي كله. ضليت عنده بجي اه خمسة شهر يعني طولت. لاخير صايش اغني دوام كامل مبسط عليه. يوم البطلت زعل كتير. كتير زعل. قلي ضل بعطيك زيادة بعطيك كزا. قطلو لا انا زلمي شوفير. ده روح عشغلي. يعني لبين ما طلعت رخصة القياد الشاحنات وبلشت شغل. يعني قطلو حاج وده روح عشغلي. انا زلمي ضاري بوجعني. لا لي خرج انجارة ولا خرج الدهين. وبلشت. وهي. ان شاء الله يكون فدناكون ايك بمعلومات عن اللغة الانجليزية. شغلة تانية وعطي الكنت اروح اشتري مثلا بنادورة. ادخل ع جوجل. اقول له بنادورة بالانجليزي. يطالع لي اسمها بالانجليزي. وصورة. صورة مكتوب عليها بالانجليزي. بدي بطيخ. يطالع لي مسلا صورة. مكتوب عليها بطيخة. مكتوب عليها بالانجليزي. واتر ميلون. مسلا بدي موز. طالع لي صورة مكتوب عليها بانانة. اجمع هالصور. واروح السبر ماركت. اوارجيها الصورة للمرة. طبع السبر ماركت. اقول له بدي هاي. اشتر لي عليها بصبعتي. ايه بديه كوكمبر. ايك بلين. اه. مسلا تماتو. واتر ملون. اطلع ع الصورة مكتوب عليها. تقول لي ايه تعم. تاخدني ع محلر. تقول لي هاي. اوه. اوه. كنت مت. اول كلمة تعلمتها. كنت مت. اول كلمة تعلمتها. يعني غالي. تقول لي اوكي تعا. تاخدني. في عندن نوعين. في عندن نوع غالي. وعندن نوع رخيص. تاخدني ع محل رخيص. تقول لي هون. رخيص. قطلى ليش رخيص. تبرك تشرح لي. ورجتني. تفاحة مسلا. الى حد اسود. البنادوراي حمرة مثل الدم. ما بيأكلوها. اذا ما كانت خضرة وعجرة. الخضرة والعجرة اغلم الحمرة. والله لا انا بدي الحمرة. ونحن. اذا ما كانت البنادورا. حمرة مثل الدم ما بنشتريها. مسلا الموز. هنن بيشتروا الموز اغدر. طلعي الموز الاخدر بدولارين. الموز الاصفر اللي بوحد خلقه اللي بشهي. تسعة وستين سن. اهلا بدي من هاد. وتعلمت الطريق. صرت كل ما اده اشتري. اروح عخضرتنا. هنن عندن هاي ريحة التشرق. ما بتصير معهم. للكم. نحن عنا هاي فرجة. هنن بيأكلوا كل شي اغدر. يعني. كل شي. الموز. التفاح. التفاح الاصفر بتلاقي لسه اغدر. ايه يعني. شغلة الصور قطتلكنا عليها. هاي ساعدتني كتير. لانه لا تاخذوني بالكلمة. يعني. ابن الاربعينات. يعني انا ما خرج. اخيو. اروح اتعلم انجليزي او. ابرك. قل لي لا اقول لك. هيك تعلمت. يعني افضل طريقة لتتعلم انجليزي هي الشارع. انك تروح محل ما قطل لك. وهيك بيساعدك اكتر. اذا جيت من بلدك متعلم انجليزي نعم. منيح. مرتب. فرجة. بس روحها الشارع. تعلم لغة الشارع. و لا تاخذونا اذا طورنا عليكم. دمتم و دامة المحبة. اخوكم محمد ميرا. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.